اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسيدة الاولى رئيس الوزراء وايضا سمو الشيخ سيداتي وسادتي مساء الخير اليوم اليوم هو حدث تاريخي حقا انه لحظة للامل وفرصة لجميع شعوب منطقة الشرق الاوسط وخاصة بالنسبة للملايين من فئة شبابنا والإعلان دعم السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة تاريخية في طريق نحو سلام دائم وحقيقي والازدهاري والنمو في كل المنطقة ولكل الشعوب بغض النظر عن الأديان أو الطوائف أو الإثنيات أو الأيديولوجيا على مدى طويل فإن الشرق الأوسط كان قد تراجع وتأخر بسبب النزاعات وفقدان الثقة مما أحدث دمارا كبيرا وحرم أجيالا عديدة من الازدهار من أعظم أجيالنا من الشباب الآن أنا مقتنع بأن لدينا الفرصة لتغيير ذلك إعلان اليوم كان ممكن بسبب رؤيتي وشجاعة والتزام جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي الذي بدعم من شعب البحرين حمى وأيضا أسس وروح التناغم والتعايش في مملكة البحرين كما كان لديه الحكمة للاعتراف والإدراك بأن التعاون هو الطريق لتحقيق السلام وأيضا لحفظ حقوق الإنسان شكرا جلالة الملك لرؤية السلام للمنطقة بناء على ثقة والاحترام والتفاهم بين كل الأديان والأعراق والأمم لإخواننا في الإمارات العربية المتحدة أهنئكم على أيضا اتفاق السلام العظيم الذي وقعتموه اليوم مع إسرائيل سمو الشيخ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زاير أظهر قيادة حكيمة وأيضا لتأمين السلام والازدهار لكل منطقتنا وبالنسبة لدولة إسرائيل ورئيس الوزراء نيتانياهو فإننا نرحب ونقدر هذه الخطوات من جانبكم وحكومتكم بالاعتراف بأن السلام الدائم والأمن الدائم لا يمكن أن يحدث إلا بحماية حقوق الشعوب في المنطقة وخاصة أود أن أقدم تقديري العميق للرئيس دونالد ترامب وأيضا لإدارته سيد الرئيس حكمك وقيادتك وجهودك الحثيثة جمعتنا هنا اليوم وجعلت السلام حقيقة وأيضا للمستشار الخاص جاريد كوشنر وأيضا الممثل الخاص أفي ريكوفيتس وآخرين العديد من الآخرين الذين طبعا قاموا بتفويضهم بكفاءة عالية والتزام سيداتي سادتي اتفاق اليوم هو طبعا خطوة أولى مهمة والآن يقع على عاتقنا بأن نعمل بسرعة وبنشاط حتى نحقق سلاما دائما وأمنا دائما لشعوبنا وطبعا هذا ما يستحقونه ولتحقيق حل دولتين لزاعي الفلسطيني الإسرائيلي والذي سيكون دعامة لمثل هذا السلام لقد أظهرنا اليوم لقد أظهرنا اليوم بأن مثل هذا الطريق ممكن حتى وهو واقعي وما كان يحلم به قبل سنوات الآن يمكن أن يتحقق ويمكن أن نرى أمامنا فرصة ذهبية للسلام والأمن والازدهار لمنطقتنا دعونا معا ومع شركائنا الدوليين أن لا نضيع الوقت لاختنام ذلك شكرا